يمكن الزملاء أفرغوا ما في جعبتهم كثير من النقاط وكنت فعل أن أتكلم عنها لكن خلينا نأخذ المشهد كامل حقيقة يعني قد يكون جزء مما قيل أن النصر قد يكون لا شأن في هذا الأمر وقد يكون مدان لكن ننظر للجانب الآخر أيضا أنه ما في عنده مدفوات ولا أثباتات لو كان فيه بيان زي ما تفضل التركي أنه يطلبون الاستفسار لا يمكن أن يطلب الاستفسار من نادي في مشكلة وأنت لجة الاحتراف أو لجة الانضباط لديك إثباتات أساسا فأنت تستفسر عن حاجة فعلا في حالة وصفية أو في حالة لم يستطع الإقرار أو التقرير فيها بشكل مثبت أو قطعي إثبات حالة إذا هناك تفاوض حقيقي أو خارج المنظومة النظامية يا أخي سهل أن أقدر أثبتها شهود ما أحتاج أصلا هذا الوقت الطويل ترى عندما كانت قضية أقدر أثبتها بشكل سهل جدا إذا هناك شهود يعني حتى لو شفت شخص رايح الآن متجي اللاعب أقول هذا يتفاوض معه هذا مشكلة أقول له مشكلة ما أقدر أثبت أنه قاعد تفاوض معه أساسا حتى لو قاله فعلا حتى لو قال ما قال يعني هل ممكن لجنة الاحترافة أو أي لجنة قانونية تستطيع أن تثبت ماذا دار بين هذا أو ذاك يجب تدري أنه حتى لو يريد أن يتفاوض ترى اللعبين بينهم علاقات ممكن أن يجعله يلاعب ويتفاوض معه أو يكلمه أو يفتح الخط معه بدون ما يكون موجود في الملعب أساسا ولا أحتاج أن يكون موجود في الملعب الأمر الآخر فيه تغير أول ما بدأ الطرح العلامي والهجوم حقيقة على السادة عبد الرحمن الحلفي كان هو أسبوع المطروح صح أو لا ثم فاجأة تغير الشخص بينما اللقطات والصور التي كانت موجودة كلها كانت تركز على وجود السادة عبد الرحمن الحلفي حول لاعبين الاتحاد طيب القضية الآن فهمونا وين بالضبط السادة عبد الرحمن الحلفي أو السادة مشعل أو مين يعني كيف تتغير الآن هذه ثباتاتكم من الإعلام التي طرح هذه المسألة كان يأتي باللقطات التي تخصر السادة عبد الرحمن الحلفي الحلفي والأمر الآخر ما نقلم قيمة الاتحاد يعني ماذا سيحصل من النصر من صفقات يعني يعني بيعطونا حمد الله يعني عشان يرضى وش بيحصل من النصر عشان وش الصفقات اللي ممكن يرضى بها ليتنازع عن حق ما هو للإدارة ولا هو للكيان ما في في النصر لاعبين يحتاجهم ما تصوب تكون النصر بيتخلص أو بيستغني عن اللاعبين سيعتبرون حقيقة صفقة بالنسبة للأنديا أخرى ما فيه أنا في وجهة نظري لا ينبكي في وجهة نظري الآن اليوم عمر هو ساعة يقيل أن أوقع مع الاتحاد في وجهة نظري ما هو صفقة واحد خمس ثلاثين سنة صار لو أنتهى خلاص أنتهى يعني تعتبرها صفقة حقيقية ما يكسب منه هو سيكون من البدلاء على دكة الخيار الثاني للمدرد لا أعلمك لما أنا كنادي الاتحاد أتنازل عن حق أدبي كبير حقيقة ليست الإدارة فقط مسؤول عنه إنما حتى الجماهير ليس معنا أن تجيب لي لعبينة ما عليش في مصلحة فنية والاستحاد يعني يمر في ظروف فنية صحيب فنية مادية بس لا تنسى الحق الأدب اللي قاعد أنا شهر أطالب عليه وكونن فيه فريق أو طرف آخر قاعد الآن يعبث مع لعبيني وتنازل مقابل أنه يعطيني لعبين أصلا لعبين ممكن أحصل عليهم بدون هالتنازل ترى بتعاقد مختلف يعني إذا تم هذا الموضوع لنفترض أنه تم هذا الموضوع ترى أن هذا التصرف من إدارة الاتحاد سقطة كثبير إذا هو تنازل عن الحق الأدبي كبيرك زي ما قلنا أن النصر إذا كانت اتهامات بحق النصر ولم يستطيع الاتحاد أن يثبتها من حق النصر يأخذ حق الأدبي وهو قعد تتهمني والعكس صحيح يعني عبد العزيز من أنت مع الصرح لا لا مع الصرح مئة في المئة دائما وهو كثير من القضايا فيها الصرح الأعظم مو بس قضايا الصرح في قضايا أنه هنا إذا تنازلوا ترى أنتوا تنازلوا عن حق الأدبي هذا يعتبر سقطة لإدارة الاتحاد وأيضا النصر لا يحافظ على حقوقها في هذا الموضوع فيعتبر سقطة فبالتالي أنت كأنك تقول لا أنا أعطيك أنا أعطيك المبدأ الذي من خلاله أرفض المبدأ من خلاله تقول تم الصرح أنه فيه مكاسب مادية ومكاسب فنية يا أخي الصرح قد يكون علاقة النادية نفسها أوكي توطدت بشكل جيد يا أخي فيه قضايا سكت عنها أصلا ما فيها الصرح ولا أعطيك عنها وين ما أعطيك وصار عليها بالضبط قضية جمهور الشباب العام الماضي ولا غيره ولا غيره وين لا فيها صلح ولا فيها طاري وغير من القضايا جميل أن تكون هناك قضايا ثم يطلق تظهر بأنها تنتع على قلب الصرح وتطلع لنا نتيجة تناسب لأنك أعلام ونتفائل بها نعم وهذا منطلق بهم وأتمنى فعلا يعني النقطة التي بدأت بها الاتهامات بالنسبة للسادة عبد الحمال الحلافي كانت مسيئة محاقيقة وسيئة جدا هذه قضية ثانية ما عندك مشكلة تقول يا فلان هذا كان يفاوضك بس لا تسقط قيمة هذا الرجل بثلا وتتامى ثم يتغير إصباه فجأة وتقول أنسوا الباقي لا بد أن يكون هناك نوع أيضا من المتابعة لما انطلح هذه اللساءات بشكل جيد حقيقة أنا اليوم أقول لك أبو خالد أنت سويت كذا وأقول لا عفوا قصدي حسن وتروح خلاص ما عند عندي مشكلة لا والله مو بصحي لو فيه ابو نايفي نقطة مهيرة